العدالة التحكمية كلما وجدت العدالة أو كلما يعني العدالة التحكمية بقت 70-80-90-100% يبقى النادي الأهلي بنسبة كبيرة جداً هيكسب ليه؟ لأنه النادي الأهلي لما يبقى عليه ركل الجزاء احسب على النادي الأهلي من خلال قناة الأهلي أنا بقول لحضرتك هذا الكلام احسب على النادي الأهلي ركلة الجزاء اللي حضرتك عايز تحسبها وفقاً للقانون طبعاً واللايح طبعاً يتم تطبيق القانون على الكل بمعنى أننا لو ليه ركل الجزاء من فضلك احسبها لو ليه اتنين احسبهم لو ليه تلاتة مش عيب مش عيب أننا أحصل تلات دربات جزاء لنادي وركلة لنادي آخر أو تلاتة للآخر ووحدة للنادي الثاني احسب باللي انت شايفه صح وبتطبق به القانون خصوصاً أن معاك حاجة اسمها الفار فالفار ده ممكن حضرتك توقف المباراة وتطلع تشوفه وترجع تقول صحة ولا غلط فنتمنى نتمنى أن تكون هناك عدالة تحكمية لكل فرق الدوري لكل فرق الدوري وفي النهاية المستوى الفني هو اللي يخليك تكسب لقدر الله تخسر أو تتعادل فلو جاهز حكم مباراة بكرة جاهزين تقم التحكيم ورهم لي يا شباب طيب اتفضلوا كابتن محمود البنة حكماً لمباراة النادي امبي والنادي الأهلي في تمام الساعة الخامسة ان شاء الله غداً حكم مساعد أول كابتن محمود أبو الرجال كابتن عمر فتحي حكم مساعد تاني كابتن وليد عبد الرازق حكم رابع كابتن واقل فرحان حكم فار كابتن هاني العراقي حكم فار مساعد بالمناسبة كلام اللي أنا هقوله ده هقوله على أداء كابتن محمود البنة كلام اللي أنا هقوله ده بقوله على أداء كابتن محمود البنة أنا من الناس اللي شايفة إن أداء الكابتن محمود البنة أداء جيد خلي بال حضراتكم أنا كده أنا بشوف إن أداء الكابتن محمود البنة أداء جيد هل ده معناه إن أداءه بكرة في مباراة أمبي والأهلي حيبقى كويس؟ معرفش 90 دقيقة حنشوف الأداء وحنشوف القرارات هل ده معناه إن أنا مش هطلع لو هو غلط أقول إنه هو غلط؟ لا حطلع أقول إنه هو غلط ولكن أنا من الناس اللي بتحب أداء الكابتن محمود البنة فأتمنى إنه هو يكون عنده المباراة بكرة يكون أداءه فيها جيد مش هو الوحده بالمناسبة هو وطاقم التحكيم كاملا فعشان كده كل اللي إحنا دايماً بنطلبه هو تحقيق العدالة التحكيمية من خلال تاقم تحكيم يقول أو يصفر على ما يرى داخل الملعب فقط لغير ترجمة نانسي قنقر